أعلن المبوث الدولي والعربي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي في مؤتمر صحفي عقب جولة المفاوضات بين وفدي الحكومة والمعارضة السورية أنه تم التركيز على مسألة وصول المساعدات الإنسانية لحمص التي قال أن شحنة أولى ستصلها غدا وعقدت جلستا مفاوضات اليوم بين الوفدين تحت إشراف الإبراهيمي في أول اجتماع بين وفدي الحكومة والمعارضة السورية في مؤتمر جينيف 2 في بداية محادثات لإنهاء الصراع المستمر منذ نحو ثلاثة أعوام جلس الوفدين وجها لوجه في مقر الأمم المتحدة بوساطة المبعوث العربي والدولية الأخضر الإبراهيمي وبعد يوم من التأجيل وتبادل الاتهامات جلس الوفدين في نفس القاعة وركز الإبراهيمي على مسألة المساعدات الإنسانية التي وصفها الدبلوماسيون بأنها يجرأ لبناء الثقة يتبعها محادثات سياسية لحل النزاع المتصاعد وذكر أحد ممثلي المعارضة بعد الاجتماع عن الموضوع الأول مطلح للنقاش سيكون التوصل إلى وقف قصير لإطلاق النار للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة التي تسيطر عليها المعارضة في حمص وأبلغ الإبراهيمي الجانبين أن المفاوضات الأوسع ستركز على حل الصراع وستتمحور حول إعلان جينيفا الصادر في 2012 الذي يدعو إلى تشكيل هيئة حكم الانتقالية في سوريا وهو هدف ترفضه دمشق وشدد وفد الحكومة السورية على أنه يقبل بشكل عام إعلان جينيف واحد لكنهم أكدوا من جديد معارضتهم لتشكيل هيئة حكم الانتقالية معتبرين أنها غير ملائمة وغير ضرورية وكادت المفاوضات أن تنهار منذ بداية المحادثات المباشرة وتوقع الإبراهيمي بعد اجتماعات منفصلة مع الوفدين بعض العقبات في المحادثات وبحسب مصادر دبلوماسية فقد يتم الاتفاق سريعا على دخول المساعدات الإنسانية إلى حمص حيث يحاصل الجيش السوري مسلحي المعارضة وأفاد أعضاء بوفد المعارضة السورية بمحادثات جينيف أنهم طلبوا من مقاتلية المعارضة احترام وقف إطلاق النار وحماية تقوى في المساعدات حالما يتم التوصل للاتفاق مضيفين أن المعارضة أعدت اقتراحا بخصوص قضية المساعدات قبل بدء المؤتمر وأنها تناقشت بشأنه مع الصليب الأحمر وروسيا وكذلك مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة وقد يؤدي الاقتراح الذي يشمل منح المدنيين ممرا آمنا إلى وقف إطلاق النار في مدينة حمص لمدة أسبوع أو أسبوعين وهو أمر قد يمتد في حالة نجاحه لباقي المحافظة لكن عدم الثقة بين الطرفين وغياب جماعات المعارضة القوية وإيران عن مؤتمر جينيف يجعل التحقيق تقدم حقيقي أمرا صعبا وكان الإبراهيمي قد أشار إلى أن هدفه هو البدء بالسعي لخطوات عملية مثل وقف إطلاق النار في مناطق معينة والإفراج عن سجناء والسماح بدخول المساعدات الدولية قبل الشروع في المفاوضات السياسية الأصعب ترجمة نانسي قنقر